وقسر المدرسة السويسرية معنا يعني ماشى معنا كيميا ماشى معنا بايلر ونجاح مع النادي الاهلي في الفترة اللي كان متولي فيها لولا الكورونا واللي حصل بعد كده هو كولر فاعتقد ان المدرسة السويسرية لها اسلوب معين بيبقى ماشي مع نادي الاهلي اهم المميزاتها انها بتستحمل الضغوط يعني بايلر وكولر هتلاقي نفس الوضع تبهوش للضغط من اي اتجاه لسوشيال ميديا ولا حاجة هو عارف هو بيعمل ايه وماشي في طريق معين بغض النظر عن اي حاجة حواليه ودي ماشي كويس اولا ان النادي الاهلي او اي حد بيمسك النادي الاهلي بيبقى عليه ضغوطات كبيرة جدا جدا لان النادي الاهلي مش اينادي النادي الاهلي عايز يخش في دورة رمضان عايز يكسبها عايز يخش في اي حاجة لازم يكسبها فمن هنا بتبقى الضغوط على المدرب او الجهاز الفرقة لو تعادلت في مباراة الجماهير بتبقى زعلانة ومستقع احنا لازم نكسب وخلي بالك هو دلوقتي كمان عمالي يعلي سقف الطموحات بتاعتنا احنا مش هتنازل على اقل احنا ماشيين للأكتر فهم المدرسة السويسرية مدرسة الهدوء حتى الراجل حتى في تصرحاته يعني في بعض المؤتمرات اللي بعد المباراة حتى لو جالوا سؤال استفزازي من بعض الناس بتلاقيه هادي جدا جدا ومبتسم شوفنوش اتعصب ولا تنرفز وقفته على الخط برضو هادية جدا جدا ماشي بخطة معينة في الاول اول ما جيه وبدأ كانت الورقة وكانت كذا واللعيبة والتغييرات اسلام اللي كان بيعملها كتير جدا الناس تقول ايه عايزين بقى نثبت تشكيل هو كل ماتش نلاقي حتى هو الراجل كان عايز يحط ييده على اللعيبة كلها عايز يشوف فلان فلاني ويشوف فلان فلاني ده كمان مش مركزه بس فاكتر من مركز لانه عارف ان فيه مباريات كتيرة وعارف ان فيه بطولات كتيرة وفيه عارف ان حاجات كتيرة فهو الحقيقة كان ماشي بخطة سابتة وشايفين هو اداؤه ده مجاش من فراغ لانه طور مستوى اللعيبة على المستوى الفردي الاداء الفردي الخدم بعد كده الاداء الجماعي جرب اكتر من تكتيك لعب بيه لغاية ما وصل للشكل الاساسي بعد ما اللعيبة حفظت هو عايز يعمل ايه وصلت لمرحلة الحقيقة يعني انت تبقى عادي مبسوط ان انت بتكسب وفي نفس الوقت الاداء والسرعة في الاداء رتم النادي الاهل خلال الفترة بتاع كولر ابتدى الرتم يعلى شوية السرعة تبقى زيادة شوية غير الاول التحضير اللي كان بطيء او غير قبليه كان فيه فترات النادي الاهل كان بلعب بكرة طويلة لا الراجل بلعب بخطة متوازنة وبلعب بتكتيك قدر يوصل لانسب حاجة تناسب كمان اللعيبة اللي عندك لان برضو المدرب الكويس مش اللي هو يلعب بالطريقة اللي هو عايزها وخلاص لا الطريقة اللي تناسب معه طبعا اللعيب ومع الاسكوادي اللي موجود فيه فطبعا يعني ما شاء الله احنا ماشيين من انتصارات لانتصارات وان شاء الله كمان من خلال البطولات يا اسلام كمان احنا بنحقق ارقام كمان ارقام موجودة فيه بالنسبة للعيبة وبالنسبة للكلينشيت وبالنسبة للعدم الهزيمة كل هدي كمان حاجاتها تحساب له يعني مزبوط اعتقد ان كولر عمل شغلة جيدة كابتن معه من الناحية التكتيكية الفنية ازاي ما بقولك هو طور اداء فنيا بقى يعني خطة طريقة اللعب يعني مرة اللعب نلعب اربعة اتنين مرة اللعب نلعب اربعة اتلاتة مرة اللعب تلعب ازاي ما بقولك على حسب هو الراجل بيلعب بالطريقة اللي تتناسب مع اللعيبة ممكن يكون عندي حجم الاصباء حجم مثلا فيه مثلا لعيبة معينة مفاتيح اللعبة عنده مثلا فيها اصابات معينة فما تنسبش الطريقة دي ما لعبش يعني فيه ماتشات بنبص اللي بيلعب بلاي ميكر واخد بالك فيه ماتشات تانية لا بيقفل بالتلاتة اربعة تلاتة تلاتة وديه الغالب اللي هو بيلعبها فهو بيلعب على حسب هو عايز ايه من المباراة وعلى حسب اللعيبة اللي موجودة معاه في الملعب اللي موجود وايه العاديم برا كذلك برضو شفنا حصل تطور كبير اوي اسلام في موضوع التغيرات يعني الفترات الاخرانية التغيرات اللي بيعملها من برا بتنزل بتغير الملعب بتغير الفرقة بتدي تحسن مثلا في النحية الهجومية لو فيها بس نقص عددي شوية بتلاقي نزل لعيبة وغير تغيرات ممكن تقول الراجل ده غير ايه ده شال مش عارف فلان فلاني وحطي كألا هو الراجل يعني الحمد لله الراجل بتاع الاحمال اللي معاه كمان ممتاز دالي لو دور كبير كبير جدا جدا احنا شفنا وكنا بنشتكي فاكر من سنتين ولا حاجة موضوع الاصابات الكتير جدا لدرجة ان احنا قلنا طب ملعب التدريب في حاجة طب اصل كذا يعني كان فيه اقويل بتقال الفترة دي احنا شايفين الحمد لله يعني ربنا يسهل يعني واسطر موضوع الاصابات ده قل قل كتير جدا جدا كذلك برضو الناس اللي بتتصاب برضو فيه سرعة في انها ترجع تاني الملعب كان برضو اللي عيب اللي بتصاب قبل كده بيقعد فترة طويلة فدي برضو تتناسب مع زي بقولك ان انت محتاج كل المقايدين عندك اشتركوا في القناة